بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بكم النهاردة عندنا ايه? النهاردة عندي هاريسة. هاريسة سورية بس حشينها. محشية حاجات بسيطة مش متكلفاني حاجة خالص. منقطع منها القطعة كده. دايما قابلة لما نجي نقطع. بالسكينة تكون مبلولة عشان ما بتلزقش. وكده ونرفع كده وناخد كده نشوف الحشو بتاعنا المقصرات مع الارفة مع كل حاجة تكون مميزة فيها. ايه دي الهاريسة بتاعتنا? شايفين الشكل من جوة اعمل ازاي? شايفين التراوة اللي فيها? الهاريسة الاسكندراني على اصولها. واخد الارفة معنا هنبدأ نحطها في طبق هنا ورجع الصناية كده. هو بتاعتها عملة ازاي؟ شايفين مع الحشو بتاعها عملة ازاي? ها. ايه الاخبار؟ يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتها عملة ازاي? وازاي عمالنا الهاريسة بالشكل المميز الحلو دوت. مقدير بسيطة جدا وسهلة. هنقدر ننفزها في كل بيت ونشوف ازاي كل واحد فيكم ان شاء الله بصورة مميزة هيقدر اعملها. يلا بينا? يلا بينا. طب هنشوف معدير الهريسة بقى ديت اتعملت ازاي المحشية. معديرها سهلة جدا 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 وببلاش. بص انا سايب لكم الحاجة بكيه السهل. ربو ميت جرام سميت يعني تقريبا تلات كوباية سميت. ميتين جرام سكر يعني كوباية سكر. ميتين مية كوباية مية. خلاص? وده عسر. عسل نحل عسل قلقوزة عسل كنافة نص كوباية. بيكون عندي المقصرات دي اللي احنا شايفين ازاي بيه بقص الهند سوداني. فزو بندو اي امكانيات. ومعهم فعدد ربع كوباية عسل عشان نربط بيها المقصرات دهت. بقع نشوف هنعمل ايه? بقع نشوف هنعمل ايه? اول حاجة هنعملها تعالوا مع بعض كده. نشوف اذا المقصرات اللي عندنا. بصنا سايبها بالكاس هزا ما هي. ليه اي حد يقوم يعملها. ادي جوت الهند والزبيت. تمام. ادي سوداني. نكسره زي ما هو سليم. لان هو بعد كده بيخش الفرنة بقدرنا ايه? اه. مع السوا ما جاء الطهر بيزهر طعم. ويه? الكلام بنربطه بالشكل ده. طيب. يلا بينا دلوقتي كان هنده اتربط او? اتربط معي. مش عايز اربطه اربطه عجينة يعني. هنبداللوقتي نياجن العجينة عشان ادخلها الفرصة. وهوري لكم اقدرها ايه? واعبارها عنها. ضروري جدا بيكون عندي سيرب برضو معي في نفس الموضوع اهوت عليه معلقة سمنة زي اللي انا عملته قبل كده للبزبوسة. قبة السكر قبة الماء. غلوة واحدة. وهقوم طافي على الكلام دوت. وهمدينه معلقة سمنة. تعاني شوف هنعمل ايه? تعاني شوف مع بعض هنعمل ايه? خلينا نصير ابني على جنب. ادي السميت. ادي السكر. رشة فانيلي او موارد. دي هاريسة غير الهاريسة الضمياطية. رجع معلقة صغيرة تستخدم والبيكنج بودر داكوائز. وهدي نصف كبات عسل. نحلة او سيرب. بتاخدش سمنة في العجنة ما بتاخدش. معقولة. اه. و ادي كده. نبدأ نعمل الكلام دا كده. نفرقه. مع السيرب. والسكر. والشكل دا كده. نوم نزلين بالمية. دايما ابدا ما نزلش بالمية كلها. العجنة اللي عايزة طرية ولا عايزة انا شوفها. فاض مني. يعني انا قلت امتين مية يعني ايه? المتين مية يعني كوباة وربع مية. اه. العجنة كده بقت جاهزة عني. دايما صنية البسبوسة والهريسة ما بحبش ادهنها سمنة ولا طحينة او كده. نجيب الصنية المعزة. ستة عشرة. بسعلكوتونها شوية. وناخد تلتة الخليجة. فيها. اه دي? تلتة اه. رأة صغيرة بس كده. ودي بتسوي على درجة حرارة. عالية. درجة حرارة متينة. اهو. ضروري جدا ان السرب بيبقى سخنة وهي سخنة. ادي الحشو بتاعتنا هين? ابدأ عن الاطراف بس. عسل كولوكوز عسل ناحل اي نوع من انواع العسل. كده لاي دلوقتي. هنالي كده. ناخد بقى من اللي جاي عشان اللي هحطه مش هنفعشيله تاني. على قد مقدر بغطي واخد مساحة كبيرة. وبغطي الاول الخليط اللي هو موجود اللي هو بتاع الحشو. كامل التخطية وارجعلكو. غطيت الخليط كله هوت. عن طريق معلقة بابتدي اساوي او بخبطها. الجماعة بقى كده في المحلات. بيخبطوها تخبيط جامد. دبالكو عشان فيها بيكون بودر او ربع معلقة صغيرة كربوناتو. فبتعلق. عندي اي مادة رفع. الفرن يكون سوخنا عندي درجة حرارة متين. بدخلها فيه. وعندي كوباية سكر كوباية امان. عليهم معلقة سمنة. يلا بينا ندخل الفرن يلا بينا. ادي الهريسة هي اللي هو الفرن. شايفين منظرها? ولا طلقت برة الصينية ولا اي حاجة. هبدأ ان انا سخن السيرب عندي. عشان الهريسة دي بالذات حط عليها. قلنا كوباية سكر كوباية مية ومعلقة سمنة. هو السيرب كان موجود عادي في تلاجة لما بيفيت اجهزه للموضوع دول. هقفل الفرن تاني وارجع لكم وانا بسير. ادي الهريسة طلعها سخنة مولعة. والسيرب سخنة. بصوا خفيفة ازاي كوباية سكر كوباية مية معلقة كبيرة سمنة. مورد او. ماء زهر. هنسيبها شوية كده. قصوا شربت على طول ازاي? اللي انا هنتطولها شربته. لو دوسنا عليها طراوة. هنسيبها شوية هتطرأ اكتر. ونوم ممكن الان معها بسيرب بمروار. زي المروار ده كده. وبظهر المعلقة كده. حاجة بسيطة جده. طبقة بسيطة. في المحلات ما بيلمعوش. بيلمعو بعسل الكولوروز والسيرب. ومش على طول اقطعها. طبقة راية بسيطة كده. واسيبها هتبرد شوية وارجع لكم اقطعها لكم تاني. وافرج بقتطها. شايفين اللامعية? شايفين الوش المطفي هنا? شايفين عاملة ازاي? شايفين الطراوة? شايفين الطراوة بتاعتها عاملة ازاي? خلاص? تخافوش كل شيء اهي داوة. حتش هادر اكشفنا. وهو. هكمل داوة ارجع لكم ما تبرده وما اقطعها. ادي الهاريسة هيت بعد ما طلعت. ومتلمعها طبعا. هاريسة ببلاش خالص ما علينا غير ان احنا منستخدم المقادير هاريسة مش متكلفانة اي حاجة. وبنقدر ان احنا نعملها لأولادنا مش مكلفة ابدا. حاجة للبسطة. حاجة جميلة. وبنقدر ان احنا من اعملها من غير حشوة خالص. عايز احشيها بحشيها. عايز احشيها مكسرات بحشيها. صيرت بتاعها ببعزها البسبوسة. واكلها سخنة. اكلها بردة. الميزة فيها انها اقتصادية جدا جدا اكتر من اللازم. هنمشي عالم ادير. هننفس كل حاجة. هتلاقوا الدنيا معاكو زي الفل ان شاء الله. لو عجبكو الفيديو. بنعمل لايك وشير. قناة شيف محمود اعطيها ان شاء الله. هتلاقوا كل جديد. وهتقدر انتم تعملوا كل حاجة بازن الله تكون مميزة ليكو. والسلام عليكم.